ويضب إلينا من بغداد الخبير القانوني حيدر الصوفي أستاذ حيدر أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة بداية يعني كيف تعلق على هذه المخاوف من إمكانية عدم تمكن مثلا المفوضية تنظيم الانتخابات بسبب هذا التضارب بالمواعيد يعني قضية عمر مجلس المفوضين ربما يتعارض مع موعد الانتخابات وما إلى ذلك كيف تعلق على هذه المخاوف بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت هناك تخاوف يعني مقنعة وصحيحة لهذا الموضوع لكن الممكن أن تجرى الانتخابات من قبل مجلس المفوضين هذا لأن الانتخابات في سبعة اثنائش وينتهي عمر مجلس المفوضين في عشرة واحد 24 أي 23 أو 24 يوم هي تكفي لإجراء الانتخابات لكن التخاوفات هنا تثار مثل ما تفضلت حضرتك أن قد هذه الـ 24 يوم لعمر المفوضين قد لا تكفي للإعتراضات أو تحصل إعتراضات أو يتأخر الفرز اليدوي أو تحضر شكاوي يمتبتد مع فترة الاعتراضات والنظر بالاعتراضات قد تمتد لأكثر من 24 يوم هنا ستقع مشكلة أن عمر المفوضين سينتهي أثناء النظر بالنتاج بالشكاوي والانتخابات وقبل المصادقة وحل هذا الموضوع ممكن من خلال تمديد عمل مجلس المفوضين بتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات بتعديل النص بتمديد مجلس المفوضين لحين المصادقة على النتائج النهائية لمجالس المحافظات وبالتالي تزول المخاوف تظهر هناك مخاوف أخرى من المهتمة لأن تجرى انتخابات قليل كردستان خلال هذه الفترة أي بعد المصادقة على النتائج أو انتهاء مجلس المفوضين لذلك يستحسن أن يكون هناك تعديل لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن يعدل ويمدد عمر مجلس المفوضين إلى لحين انتخاب مجلس مفوضين جديد وبذلك بهذا التعديل ممكن أن نغطي انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات أقليم كردستان في حالة تحديدها خلال هذه الفترة وهي متوقع أن تحدد خلال هذه الفترة وهذا التمديد بهكذا صيغة التمديد لمجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد بقانون جديد ينفي كل المخاوف وبالتالي يغطي المدة اللازمة للنظر بالشكاوي خاصة إذا تأخرت عملية النظر بالشكاوي وظهرت أمور طارئة قد تظهر عمليات تزوير قد تظهر عمليات عبث بالأصوات يقتضي أن تكون هناك فرز يدوي مرة ثانية ومرة ثالثة فرز للصناديق نفسها مرة ثانية أو قد يلجح للقضاء لذلك التعديل بتمديد مجلس المفوضين لحين انتخاب مجلس المفوضين هو الأسلم لإجراء الانتخابات بدون تخوف وبالتالي نغطي إجراء الانتخابات ونغطي فترة النظر بالشكاوي لحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لأنه ممكن أن تظهر شكاوي أخرى قبل المصادقة وحتى قد تظهر عند المصادقة على النتائج قد تظهر اعتراضات أو الجهة التي صادق على النتائج الانتخابات ممكن أن تطلب المجلس المفوضين أن تطلب تحقيقات معينة أو إجراءات معينة لذلك التمديد لحين انتخاب مجلس المفوضين ينفي كل المخاوف ويحقق الانتخابات بالشكل السريم ما هو المسار القانوني لتعديل القانون أو تمديد عمل مجلس المفوضين هل أن المفوضية ترفع مذكرة إلى البرلمان أم أن رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهورية أم البرلمان نفسه كيف يتم هذا المسار القانوني كيف يلتأم مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع بناء على ماذا؟ طبعا محدد التعديلات أو المشاريع القوانين بمجبط دستور أما ترفع من رئيس الجمهورية بمشروع أو من مجلس الوزراء بمشروع أو تكون بمقترح من اللجنة المختصة في مجلس النواب أو عشرة من الأعضاء وهذا الأسلم والأسرع أن تراجع المفوضية وتنسق مع مجلس النواب لكي يستخدم المجلس النواب من خلال اللجنة المختصة اللجنة القانونية أو عشرة أعضاء يستخدمون صلاحيتهم والدستورية بوضع تعديل لقانون مفوضية العليا للانتخابات بتعديل عمر مجلس المفوضين ويكون بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات تمنح المعلومات وتعطي الآراء لمجلس النواب للمدة التي تعدل وكيف يعدل والوقت الذي يعدل ويكون مجلس النواب هو المختص بتعديل القانون وتمديد عمر مجلس المفوضين نعم من بغداد الخبير القانوني الأستاذ حيدر الصوفي شكرا جزيلا لك